ينضم إلا من القدس مراسلنا نضال كنعنا وأيضا ينضم إلينا فراس لطفي من أمام وزارة الخارجية في رمالة أبدأ معك نضال ومفعيل هذا القرار من المحكمة نعم فضيل عمليا هذا القرار من المحكمة الإسرائيلية هو في صلب هذه الزيارة وصلب المساعي الدبلوماسية التي بدأت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي والآن الوزير البريطاني عمليا ما جرى في المحكمة اليوم هو النتائج الأولى لهذه الزيارة والرغبة الأمريكية بوقف التصعيد في القدس أولا لأنه كان المسبب وراء اندلاع هذه المواجهة وهذا العدوان على قطاع غزة ما جرى في المحكمة عمليا هو إدخال المراقب أو المستشار السياسي للحكومة الإسرائيلية كطرف في هذه المحاكمة أي إدخال الجانب السياسي الإسرائيلي في هذه القضية التي كانت تنظر إليها المحكمة على أنها خلاف عقاري لكن الآن سيتم تأجيل المحكمة إلى الوصول إلى حل سياسي ربما أو حل قانوني بالالتفاف على الوضع القائم قضية الحي تشبه كثيرا قضية الشيخ جراح ادعاءات يهودية بملكية الأرض قبل 48 وبالتالي محاولة مصادرة البيوت من أهلها وإعطائها للجمعية الاستيطانية الإسرائيلية عمليا كل ما قامت به المحكمة وهذا التدخل السياسي من الحكومة الإسرائيلية في مجريات المحكمة يأتي انصياعا للرغبة الأمريكية بعدم رؤية إخراج الفلسطينيين من بيوتهم عدم رؤية مشاهد ترحيل هؤلاء وإحلال المستوطنين مكانهم أو هدم البيوت في القدس وأيضا تهدئة الأمور في الحرم القدسي الإدارة الأمريكية عبرت على لسان وزير خارجيتها عن رغبتها في دهدئة الأمور بالقدس والآن وحتى وزير الخارجية الأمريكي ما يزال في المنطقة بدأنا نرى نتائج هذه الزيارة هنا على الأرض هذا ربما يبعث الكثير من الأمل لدى المواطنين المقدسيين على أن القضية في طريقها إلى الحل ربما قد يكون حلا مؤقتا ربما حتى تتغير الإدارة الأمريكية من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية لكن على الأقل في المدى المنظور القضية في طريقها إلى الحل بطريقها أو بأخرى ننتقل الآن إلى رامالة مع فراس لطفي أيضا وزير الخارجية البريطاني في جولة شرق أوسطية التقى بجابي أشكنازي ما المنتظر في هذا الإطار فراس نعم فضيلة الآن الوزير دوميني كراب دخل إلى مقر وزارة الخارجية الفلسطينية هنا للقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد أن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس واضح بأن الزيارة البريطانية هذه تأتي ضمن الزيارات المكوكية التي تشهدها المنطقة لوضع أسس لعملية سلام مستقبلية ولكن أيضا أسس واضحة لعادة اعمار قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ما جاء به كما فهمنا الوزير البريطاني هو التأكيد على الموقف الأمريكي أولا في موضوع حل الدولتين ثانيا في موضوع رفض الخطوات وحدية الجانب من الطرفين وهنا يقصد أكثر الخطوات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل ومحاولات تهجير سكان من حي الشيخ جراح وسلوان إضافة إلى موضوع إيجاد جسم توافقي لعادة اعمار قطاع غزة وهنا يشترك الجهد البريطاني مع الجهد الدولي والمصري والإقليمي لإيجاد جسم توافقي تقبل به إسرائيل وتقبل به المجتمع الدولي لعادة اعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي شهده خلال 11 يوما من الحرب إلى جانب ذلك عملية ما جاء به الوزير البريطاني هو أيضا التأكيد على قضية حل الدولتين كما ذكرنا إيجاد مصار سياسي هنا الفلسطينيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية أولا الأوروبية والبريطانية ولكن أيضا على الموقف البريطاني الداعم للرؤية الأمريكية الإيجابية هكذا وصفت هنا والتي أسست لأفق سياسي جديد قد تنطلق خلاله عملية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لها ولكن المعضلة في الموضوع حتى الآن حقيقة فضيلة هو عدم وجود حكومة إسرائيلية ثابتة يمكن التفاوض معها ويمكن أن تكون ملتزمة بمخرجات أي مؤتمر للسلام أو أي مفاوضات مستقبلية شكرا في رأس لطفي من أمام وزارة الخارجية في رمالة أشكر أيضا نضال كان معنا من القدس